السلام عليكم يترى ايش هي اهمية يعني دعم القنوات الايجابية والجيدة في هذا الزمان انا اقدر اقول لكم الموضوع جدا 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 مهم لانه سبحان الله كثرت كثرت جدا قنوات الفساد يعني في السوشال ميديا قنوات مضللة للشباب قنوات تدعو لانحراف قنوات تدعو لتشكيك الشباب في دينهم في هويتهم في كل شيء سبحان الله تدعو لتشكيك الناس في الاسلام سبحان الله الموضوع اللي ما عنده دخول في السوشال ميديا ما يقدر يعرف مدى بس الوضع جدا سيئ انا ما بغا اكون متشائمة لكن احنا نتكلم عن ايش ممكن احنا نسوي كناس ايجابيين كناس احنا نحرسين على شبابنا وعلى شباب الأمة كيف ممكن نتصرف اوكي دعمنا للقنوات ايجابية في شباب اللهم بارك اللهم بارك الله يحفظهم يا ربي العالمين يعني ما شاء الله ينشرون آية يفسروا آية يتكلموا عن حديث عن قصة يعني من السيرة او كذا كثير ايضا اوكي لكن سبحان الله اجد انه الدعم عليها هذه قنوات قليل جدا ما نعرف ليش سبحان الله يعني كأنه الناس الكويسة بخيرة في الدعم بينما القنوات اللي مثلا منضللات لا تلاقي سبحان الله هذول الناس اللي يتكلموا عن الطاقة وطاقة الثراء وطاقة والجذب ومش عارف إيش والله العظيم الإقبال عليهم مش طبيعي والتعليقات عليهم مش طبيعي يعني حاجة غريبة سبحان الله فليش أهل الحق دايما يعني كذا متخاذلين وحسوا إنه الموضع مش مهم لا مهم لأنه كل ما تعملت لايك وعملت تعليق في قناته ونشرت الفيديو المناسب هذا والكويس هذا حتنشر القناة هذه أكثر وكل ما نشرت القناة هذه أكثر كل ما يعني طلعت فوق اللي الناس الثانين يشوفونها أيضا تعني يا كل هذه يعني بتتزيد يعني مش يقول لك متابعة الشباب ليها إن شاء الله الأشياء المفيدة زي ما قريب يصير متابعة للناس اللي تافهين والناس اللي ما عندها أي مثلا رسالة وهمة وكذا وكذا قاد ينتشروا بشكل مش طبيعي ملايين ملايين مشاهدات تعني يا فلما هي قنوات ما تظهر للسطح فشبابنا ما يشوفون لهذه القنوات فيحس إنه هذا خلاص الحياة إنه إنسان يكون تافه وإنه كان إنسان بس ينترفه ويكون بس يمتع نفسه وإنه ينبسط ويوسع صدره هذا خلاص ويصبح عند الفكرة هذه أو مثل يشكل كفيدين ولا سمح الله أو كذا فإحنا بعدم دعمنا للقنوات الإيجابية كاد ندعم القنوات الإيجابية بشكل آخر يعني فالواحد ينتبه من هذا الشيء وحاولوا إدعموا اكتبوا تعليق املوا لايك انشروا القناة كاد